تقسيم طائفة البر مائيات تقسيم طائفة البر مائيات البر مائيات هي أول الحيوانات الفقارية والتي تقع بين الأسماك والزواحف حيث تبدأ دورة حياتها في الماء وتتنفس بواسطة الخياشيم وبعد فترة تحدث بعض التحورات مثل تكون الأطراف، الرياتين وأعضاء الحس لتصبح قادرة على الانتقال إلى البر والمشي أو القفز والآن، هل تعلم ما هي أهم خصائص البر مائيات وتصنيفاتها؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً خصائص البر مائيات لها هيكل داخلي من العظام تتميز بدرجة الحرارة المتغيرة حسب درجة حرارة الوسط الموجودة فيه تتغذى على استياد الحشرات عن طريق اللسان تتنفس بالخياشيم في أطوار حياتها الأولى وعندما تكبر، تتنفس بالرئتين وعن طريق الجلد أما عن تقسيم طائفة البر مائيات، فتمثل في أربع رتب وهي كالتالي أولاً، رتبة مصفحة الرأس وهي برمائيات منقرضة لها دروع على الرأس وذيل وزوجان من الأطراف ثانياً، رتبة الذيليات والتي تتميز بوجود ذيل طويل طوال حياتها وزوجين من الأطراف متساويين في الحجم بعضها يحتفظ بالخياشيم طوال فترة حياتها ولها جهاز جانبي مثل الأسماك ومن أمثلتها السلاماندر ثالثاً، رتبة اللاذيليات أنيورا يتميز جسمها بوجود رأس وجذع قصير وعريض وزوجين من الأطراف يكون الزوج الخلفي فيها أطول من الزوج الأمامي كما تتميز بفقد الحيوان لذيله في الطور البالغ من أمثلتها الضفادع والعلاجيم رابعاً، رتبة اللا قدميات أبودا وهي حيوانات دودية الشكل وتعيش مدفونة في الأنفاق تحفرها في التربة ليس لها أطراف ولها ذيل قصير ولها قشور عظمية دقيقة يغطيها الجلد وعيونها ضامرة ومن أمثلتها السيسليا ترجمة نانسي قنقر